شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا أعلنته بشكل رسمي عن جهاز جديد هو النوكيا X71 طبعا هذا الجهاز يأتي بنسخة عالمية باسم نوكيا 8.1 بلاس طبعا هذا الجهاز أعلنته بالعاصمة التاوانية بشكل جديد أو شاشة جديدة على هذه الشركة يمكن تعتبره أول جهاز يأتي بهذه الشاشة التي تحتوي على ثقب داخل الشاشة نفس ما موجود مثلا بجالكسي الاس 10 الشاشة بقياس 6.39 فول اش دي بلاس مع معالج الاسنام بضرقه 660 مع ذاكرة العشوية 6 قيقا مع ذاكرة التخزين 128 وممكن أن تضيف ذاكرة خارجية حتى 512 قيقا طبعا يأتي هذا الجهاز بكاميرا أمامية هي الموجودة بالجهة العليا اليسرى بثقب موجود داخل الشاشة بقدرة 16 ميجابيكسل أما الكاميرات الخلفية فتكون ثلاثية هي 48 ميجابيكسل زائد 8 ميجابيكسل زائد 5 ميجابيكسل طبعا هذا الجهاز يأتي بمستشعر البصمة ليس بالشاشة ولكن بيظهر الجهاز ويأتي هذا الجهاز بنظام الاندرويد الباي والبيع يكون يوم 30 بشهر الرابع طبعا يأتي هذا الجهاز مع بطارية 3500 الامبير مع منفذ USB Type-C شي جدا رائع من شركة نوكيا إضافة لمنفذ 3.5 منفذ السماعات طبعا هذا الجهاز يأتي بسعر 385 دولار يعني أنا أشوفه سعر جدا بهض بالنسبة لأجهزة المتوسطة يعني الجهاز صحيح بجزائي جديد لكن مهما يكون يمكن أقل من الأجهزة المقابلة إليه جهاز متوسط من يوصل سعر الـ 400 دولار أكثر المستخدمين حيفكر بجهاز ثاني يمكن يوصل للمعالج قوي قد جهاز بخدمات موجودة قطع غيار موجودة صيانة وبسعر يمكن أقل ويمكن بهذا الحدود قد جهاز بمعالج قوي مع المواصفات القوية لأن أكثر الناس جاي تستخدم ألعاب قوية وبرامج قوية فتحتاج المعالج القوي كذلك الذاكرة العشوية لكن هذا الجهاز مواصفاته ليست قليلة لو يوصلنا هذا الجهاز بسعر 300 دولار أو أقل من 300 دولار يا حالات هذا الجهاز يكون شكشة حلوة معالج ليس بقليل كذلك الذاكرة العشوية 6128 رح يكون يصمد عندك مع العمل المكثف طبعا هذا الجهاز أنا أعتبره حالة من حال أجهزة الباقي شركة نوكيا لحد الآن شلون تقول بعدها بمكانها جاي تفتر ما أعرف ليش بالعراق عندنا ما أعدنا وكاله ولا عندنا قطع غيار ولا صيانة بشكل رسمي موجودة بكل المكان مع ما كانت نوكيا هي سيدة سوق بكل الدول العربية كذلك هذا الجهاز أكو كثير من المنافسين طيك أكثر مواصفاته بأقل سعر بنهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو ضغط لايك إذا ما مشترك بالقناة تشترك بالقناة إياكم مرتضى الجليحاوي وفي أمان الله